بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص بسلسلة دروس التربية الإسلامية المتعلقة بمستوى الأولى بكالوريا الدرس يتعلق بمدخل التزكية العقيدة الإسلامية هذا الدرس يحمل عنوان الإيمان وعمارة الأرض الإيمان وعمارة الأرض لا شك أعزائي أنكم وقفتم على مفهوم الإيمان وعلى حقيقته في دروس سابقة سبق لكم أن درستموها والأمر يتعلق بالإيمان والغيب والإيمان والعلم وسنقف في هذا الدرس على مفهوم في غاية الأهمية وهو مفهوم عمارة الأرض لكن قبل ذلك نشير إلى أن المتعلم والمتعلمة في هذا الدرس يجب أن يدركوا تمام الإدراك المحاور الثلاثة الآتية المحور الأول يتعلق بمبدأ الاستخلاف باعتباره أساسا لعمارة الأرض وسنشير من خلاله أيضا إلى مفهوم الاستخلاف ومفهوم عمارة الأرض والعلاقة بينهما والمحور الثاني الذي ينبغي تحصيله أيضا هو نهي الإسلام عن الإفساد في الأرض والمحور الثالث والأخير يتعلق بحكم وجوب عمارة الأرض وإصلاحها بالنسبة للمؤمن قبل الدخول في تفاصيل هذا الدرس لا بد من الوقوف على المفاهيم الأساسية المشكلة له وسنبدأ بمفهوم الاستخلاف الاستخلاف في اللغة هو من الخلف فيقال خلف يخلف خلفا إذا صار في مكان الشيء بينما في الاستلاح يراد به أن الله عز وجل قد أناب الإنسان ليكون خليفة له في هذه الأرض من أجل إعمارها وإصلاحها بما يرضي لها عز وجل المفهوم الثاني هو عمارة الأرض العمارة في اللغة بمعنى البناء والتشييد والإصلاح وغيرها من المفاهيم التي تدور في هذا المعنى أي البناء والتشييد والإصلاح وفي الاستلاح التعمير الأرض أي إصلاحها ببث العمل الصالح فيها المؤدي إلى الانتفاع بخيراتها وتسخير تلك الخيرات لصالح الإنسان بلا إفساد ولا إصراف بالنسبة لي المحور الأول وهو اعتبار الاستخلاف أساسا لعمارة الأرض نريد من خلاله أن نؤكد على أن الاستخلاف هي من المهام الكبرى التي أنيطت بهذا الإنسان في الوجود ككل إنها وظيفة تعبدية بالأساس تشير إلى الإنابة عن الله عز وجل في هذه الأرض بغرض إعمارها وإصلاحها وتنفيذ مراد الله تعالى فيها بما يعود على الأفراد والمجتمعات بالصلاح وذلك بإقامة العدل والرحمة ونشر الخير والإحسان وإنقاذ البشرية من مستنقعات الجهل وإرشادهم للاستقامة والإطمئنان وعليه فاستحضار هذا المبدأ على الدوام هو الموجه الحقيقي لأفعال الإنسان ولحركية المؤمن في هذه الحياة على هذه الأرض والنموذج الذي وقفنا عليه في درس سابق يتعلق بالمقطع القرآني من سورة يوسف تبين من خلاله أن يوسف عليه السلام كان نموذجاً مثالياً لإقامة مشاريع الصلاح وإعمار الأرض وفق ما يرضي الله عز وجل ووفق قيم المحبة والخير والسلام وقصة يوسف عليه السلام لا زالت تضرب بها الأمثال ويحتدى بها في حسن التدبير وفي الحكمة وفي التشبث بقيم الصدق والإخلاص والأمانة والعدل المحور الثاني يحمي العنوان النهي عن الإفساد في الأرض ولعل الحكمة المستفاد من هذا المحور بداية هو تحريم كل أشكال الإفساد في الأرض سواء كان إفساداً مادياً أو كان إفساداً معنوياً وسنقف على أمثلة كثيرة تبين صور وأنماط متعددة من الفساد المنتشرة في الأرض التي للأسف الشديد لا تؤدي إلا إلى الخراب والدمار والحروب وفوات المصالح واستنزاف الثروات وفشو المفاسد والمظالم والمنكرات إلى غير ذلك كما قلت فالإسلام نهى نهياً صريحاً عن الإفساد في الأرض وحذر من ذلك نجد هذا التحذير وهذا النهي مبثوثاً في العديد من الآيات القرآنية الكريمة سنعرض لبعضها على سبيل المثال للحصر منها قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذا نهي صريح عن الإفساد في الأرض وهذا النهي هو نهي صريح تكرر مرات ومرات في غير آية واحدة من القرآن الكريم لما يترتب عن هذا الفساد من انتشار الشرور والبلاءات ومن خراب ودمار وما ينتج عنه من تخلف ودمار للأرض من جهة أخرى نؤكد أن الإسلام كذلك أمر بالإحسان وأمر بإقامة العدل والاستقامة على الصراط المستقيم يقول الله عز وجل وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ سورة القصص الآية 77 ويقول تعالى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا سورة الأعراف الآية 56 وقد أوصى موسى عليه السلام أخاه هارون قائلا له أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سورة الأعراف الآية 142 هذه الآيات التي عرضنا لها تجمع بلا شك على حكم واحد صريح وهو النهي عن الإفساد والتحذير منه لكن لا بأس أن نشرح ذلك الأمر بعرض مجموعة من الصور الأخرى التي يمكن أن نصادفها في حياتنا المعاصرة وأن نشاهدها في واقعنا وهي صور شتى متنوعة من الإفساد في الأرض من هذه الصور المنهية عنها نذكر ونضيف شيئاً آخر الشرك بالله واقتراف المعاصي الاعتداء على الأموال والأعراض والأرواح وتلويث البيئة ومن ذلك أيضاً استنزاف خيرات وثروات الأرض والإسراف في استغلالها وفي استثمارها أكل أموال الناس بالباطل وتضيع حقوق الآخرين نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة والتهاون في أداء الأمانة ونقض العهود إلى آخره إذن صور الإفساد في الأرض المنهية عنها كثيرة ذكرنا بعضها فقط إن المسلماء مطالب بتعمير الأرض لكن بعقيدة إيمانية راسخة وعلم نافع وعمل متقن وهذا الأمر المتعلق بالدعوة إلى إعمار الأرض هي من واجبات المؤمن في هذه الحياة لا يتأتى للمؤمن أن يفي بوظيفة ومهمة إعمار الأرض إلا بالدعوة لتوحيد الله تعالى والإخلاص في طاعته أولاً وهذا يحيل إلى مسألة مهمة جداً وهي أن عمارة الأرض مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله تعالى وطاعته والاستقامة على هديه أو الاستمساك بهديه إن الأمر يتطلب بلا شك من المؤمن أن يوحد ربه وأن يخلص في عبادته له لأن هذا هو منطلق وأساس كل حركة وكل فعل يسعى من خلالها المؤمن إلى إعمار الأرض مثال آخر وهو من النماذج الطيبة التي لا بد أن نرجع إليها دائماً ما قام به سيدنا يوسف عليه السلام من استصلاح للأرض وزراعتها ومن تطوير للإنتاج الفلاح ومن تقنيات في تخزين المواد إلى آخره لكن ذلك كله غير منفصل عن عقيدة نبي الله يوسف القائمة على التوحيد الخالص وعلى شخصيته القائمة على الاستقامة والتشبث بقيم العفو والتسامح ونبذي الخيانة إلى غير ذلك وقد جاء في سورة يوسف قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلاً مما تاكلون في مقابل ذلك وهذه النقطة دائماً في إطار الحديث عن واجب المؤمن فيما يخص عمارة الأرض وإصلاحها في مقابل ذلك لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإعمار والإصلاح في كل وقت وحين هذه العمارة تشمل كل ما فيه نفع وفائدة للفرض والمجتمع فالمسلم كالغيث النافع أينما حل نفع ولا يرتكب ما يخالف هذه العمارة بأصولها وثوابتها ومقتضياتها التي ذكرنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً في نفس المعنى إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يقوم حتى يغرسها فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ونختم هذا الدرس بعد التطرق للمحاور التي سنذكر بها بامتدادات هذه المفاهيم وهذه القيم وهذه المعاني في سلوك الفرض المسلم لقد تطرقنا إلى نقطة أولى اعتبرنا فيها أن الاستخلاف كمبدأ هو أساس عمارة الأرض وفي نقطة ثانية أن الإسلام نهى نهياً صريحاً عن كل مظاهر الفساد والإفساد في هذه الأرض بما يناقض مفهوم عمارة الأرض كما جاءت بها شريعة الله عز وجل ثم النقطة الثالثة والأخيرة التي تطرقنا إليها في هذا الدرس والمتعلقة بواجب المؤمن في عمارة الأرض وإصلاحها أي أنه من الواجب على كل مسلم أن يسعى كل حسب جهده وعلمه وموقعه ومسؤوليته أن يصلح في هذه الأرض وأن لا يبث فيها الفساد على الإطلاق كما قلت نختم بهذه الامتدادات السلوكية وهي في نفس الوقت دروس وعبر نأخذها من هذا الدرس النقطة الأولى أقبل على العلم والمعرفة لأن عمارة الأرض لا تنال إلا بقوة العلم بمعنى أن العلم هو الأساس والمنطلق الذي من خلاله يبدأ الإنسان في حركيته وفي مساره في إعمار هذه الأرض وفي إصلاحها وبدون علم ومعرفة لا يمكن أن نتحدث عن عمارة حقيقية للأرض والتاريخ يشهد بهذه الحقيقة وهي أن الأمم والشعوب المتحضرة والتي أخذت بزمام العلم والمعرفة هي من تمكنت بالفعل من تشييد الحضارات وإعمار الأرض بصفة عامة النقطة الثانية أتقن عملي وأخلص فيه بدون إتقاني للعمل وإخلاص في هذا العمل لا يمكن أن تتحصل الثمرات ولا يمكن لعمارة الأرض أن تبلغ المدى المطلوب منها عمارة الأرض في عقيدة المسلم كنقطة ثالثة لا تنفصل عن الإيمان وعن طاعة الله عز وجل فكم هي الشعوب والأمم والحضارات التي شيدت وبنت ولا زال التاريخ يشهد بما خلفته من آثار عمرانية وصروح وغير ذلك لكن القرآن الكريم حكى لنا قصص هؤلاء بأن ما فعلوه وما عمروه في الأرض ليست له قيمة لأنه بعيد عن عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان وعن الصلاح المطلوب وهذه الشروط الأولى لعمارة الأرض بمعنى آخر لا حديث عن عمارة الأرض مع وجود الشرك والكفر وانتشار المفاسد وما إلى ذلك ونقطة أخيرة هنا تتعلق بأن كل فرض مسلم لابد أن يوقن بأن استقامة عمران الأرض رهين باستقامة هذا الإنسان على منهج الرحمن صلاح الأرض وإعمار الأرض وفق المطلوب هو رهين ومرتبط بمدى صلاح واستقامة الإنسان نفسه وفي الختام أذكر تلميذي وتلميذة العزيزة وتلميذ العزيز بأن عمارة الأرض كمفهوم هو في الحقيقة مرتبط بما سبق وأن درسته من مفاهيم شرعية في الدروس السابقة فعمارة الأرض مرتبط بالأسرة التي هي النواة الأولى التي تتشكل منها المجتمعات وعمارة الأرض مرتبط بالإيمان بالغيب وقد سبق أن درست مفهوم الإيمان بالغيب ومرتبط بالاستحقاق وبالكفاءة وبالمسؤولية وغير ذلك من المفاهيم المرتبطة التي يعضد بعضها البعض ويشد بعضها البعض وفي الختام أتمنى لكل تلميذ وتلميذة التوفيق إن شاء الله وبحوله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا